ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بالإيمان بكل تأكيد أي مشكلة لها مليون حل وحل لكن بشرط واحد وحيد هو أنك تعرف أن في مشكلة من الأساس عندنا المنافق إنسان مفسد لنفسه وللناس وللمجتمع لكن يتظاهر بالإصلاح وأي إنسان منصف لو شاف منافق حيقول عليه أنه منافق مفسد مريض مرض النفاق بيبدأ من القلب وبيكون اسم النفاق الاعتقادي يقول بلسانه ما ليس في قلبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر باللسان وما هم بمؤمنين بالقلب وطبعا عمر الإيمان ما كان باللسان بل الإيمان هو مواقر في القلب وصدقه العمل وبالتدريج هذا النفاق الاعتقادي يتحول إلى مرض في القلب قال الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وفي هذه اللحظة يتحول النفاق الاعتقادي إلى نفاق عملي فيكذب باللسان ويكذب وبالتدريج تزداد خطورة المنافقين وينتشر في المجتمع فيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويوالون الكفار ويعادون أولياء الله وينشرون الفاحشة بين المؤمنين يعني فساد وإفساد المنافقين تحول من اعتقاد في القلب لقول باللسان وعمل بالجوارح ولأن الدين النصيحة فينصحهم الناصحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فتكون إجابتهم إنما نحن مصلحون فيأتي رد الله سبحانه وتعالى المزلزل من فوق سبع سماوات فيقول لهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون لو تأمننا في هذه الآية الكريمة هنجد إن فيها تنبيه للمستمع للفت نظره وإسلوب تأكيد فتجد التأكيد مرة بحرف التأكيد إن ومرة بضمير الفصل هم كان ممكن الآية الكريمة تأتي بالشكل ده ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون ولكن الله قرر الضمير هم فقال ألا إنهم هم المفسدون كأنه لا مفسد غيرهم فقال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لأن المتكلم يتكلم وقتما يشاء ولكن المستمع قد يفاجأ بكلام المتكلم وعلشان ما يفتش المستمع أي كلام مهم كان لابد من استخدام أداة التنبيه ألا مثل قول الشعر ألا أيها النوام ويحكم هبه أسائلكم هل يقتل الرجل الحبه فنجد ألا للتنبيه فيستيقظ النائم ويستمع وأخيرا قول الله تعالى ولكن لا يشعرون ولم تكن ولا يعقلون أو ولا يعلمون قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لأن إفساد المنافقين أمر حسي واضح لا احتياجة لأي دليل عقلي كانت لا يشعرون جزاكم الله خيرا